بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الرابع والثمانون والخاص بمنهج السيسي انبي راوتينج ثلاثمين مائة واحد مستوى الاحتراف في توجيه البيانات شاهد تعلم واستمتع اميغريشن تو آي بي فيرجن سيكس أو الهجرة إلى نظام عنوانة الآي بي الإصطار السادس كان لدينا الآي بي الإصطار الرابع هو الذي يتم استخدامه في عملية العنوانة ورغم أنه كان بيقدم لنا أكثر من أربع مليار عنوان إلا أنه مع الانتشار الكبير والسريع للإنترنت فإنه بدأ للظهور أنه في وقت من الأوقات سوف نصل لمرحلة نفاذ جميع عنوين الآي بي الإصطار الرابع فكان لابد من إصطار جديد للآي بي يوفر لنا العنوين التي نحتاج إليها والتي توفر لنا إمكانية توسع وانتشار شبكة الإنترنت دون مشكلة نفاذ العنوين هنا تم تصميم الآي بي الإصطار السادس والذي يقدم عدد عملاق من العنوين سوف تجعله يصمت لفترة طويلة عندما قام المصممون بتصميم الآي بي الإصطار السادس كانوا على علم بأنه من المستحيل أن يتم تحويل الشبكات في العالم من الآي بي الإصطار الرابع إلى الآي بي الإصطار السادس في ليلة وضحاها حيث أن العملية سوف تأخذ سنوات متعددة حتى يتم التحول الكامل من الآي بي الإصطار الرابع إلى الآي بي الإصطار السادس حيث سوف يتم التدرج في عملية التحول وأثناء عملية التحول فسوف ينتج لدينا شبكات تعمل بالآي بي الإصطار الرابع وشبكات أخرى تعمل بالآي بي لإصدار السادس ولكي لا ينقطع اتصال هذه الشبكات مع بعضها البعض لاختلاف إصدار الآي بي فكان لابد من وجود تقنيات وطرق تسمح باتصال الشبكات المختلفة مع بعضها البعض هذه التقنيات نستطيع أن نقسمها إلى قسمين أساسيين عندي الـ Dual Stack وعندي Eternal الـ Dual Stack وهي تعني تطبيق للآي بي لإصدار الرابع والآي بي لإصدار السادس على مستوى الشبكة الواحدة حيث قد يكون التطبيق على مستوى جميع الأجهزة في الشبكة بحيث أن الأجهزة الشبكية مثل الراوتر سوف تمتلك انترفيس أو أكثر تعمل بالآي بي لإصدار الرابع وانترفيس آخر أو أكثر يعمل بالآي بي لإصدار السادس مما يمكن الراوتر من التعامل مع شبكات تعمل بالآي بي لإصدار الرابع والآي بي لإصدار السادس في نفس الوقت مثال أنا عندي هنا زي ما احنا ملاحظين عندي الراوتر متصل بشبكة تعمل بنظام الـ I-B لإصدار الرابع وشبكة أخرى تعمل بنظام الـ I-B لإصدار السادس هو أيضا متصل مع راوتر آخر من خلال الـ I-B لإصدار الرابع والـ I-B لإصدار السادس فبالتالي زي ما احنا شايفين أن الراوتر الواحد يدعم تشغيل كل من الـ I-B لإصدار الرابع والـ I-B لإصدار السادس في نفس الوقت وهنا نرى في المثال أن الجهاز الذي يعمل بـ I-B لإصدار الرابع سوف يرسل بيانات ويستقبل بيانات من أجهزة أخرى تعمل بـ I-B لإصدار الرابع والبيانات التي سوف يتم إرسالها واستقبالها أثناء مرورها بين السورس والديستيناشن سوف تمر كباكتز تعمل بنظام الـ I-B لإصدار الرابع حيث لن تواجه أي تغيير في إصدار الـ I-B نفس الفكرة مع الأجهزة التي تعمل بـ I-B لإصدار السادس النفق وفكرة أنه في حال كان لدي شبكتين تعمل بنفس إصدار الـ I-B ولكن الشبكة التي تفصل فيما بينهما تعمل بإصدار I-B مختلف أو أن الشبكة تريد الاتصال بشبكة أخرى ولكن كل شبكة تعمل بإصدار I-B مختلف عن الأخرى عندها وفي حال مواجهة الحالة من هذه الحالتين فسوف نحتاج إلى تطبيق التنل والتنل حسب إصدار الـ I-B تتواجد بنوعين وهما عندي الـ I-B version 4 Tunnels وعندي الـ I-B version 6 Tunnels بالنسبة للـ I-B version 4 Tunnels وهي تعني أن يتم تغليف البكتز التي سوف تمر في التنل بـ I-B version 4 Header أما بالنسبة للـ I-B version 6 Tunnels وهي تعني أن يتم تغليف البكتز التي سوف تمر في داخل التنل بـ I-B version 6 Tunnels من ناحية الإعدادات وطريقة العمل تنقسم التنل إلى قسمين وهما عندي النوع الأول اللي هو الـ Static وعندي الـ Automatic بالنسبة للـ Static ويندرج فيها المانيول والـ GRE بالنسبة للـ Automatic عندي الـ I-B version 4 Compatible وعندي 6 Tunnels 4 وعندي الـ S ويتم استخدام الـ Static لعمل التنل نقطة لنقطة Point to Point بينما يتم استخدام الـ Automatic مع نقطة مع أكثر من نقطة Point to Multipoint مثال على التنل كما نرى لدينا شبكتين شبكتين IP version 6 هذه الشبكة الأولى وهذه الشبكة الثانية ويفصل فيما بينهما شبكة تعمل بنظام الـ I-B version 4 وهي تابعة للـ ISP أو مزود الخدمة ونريد أن تتبكن كل الشبكتين من الاتصال مع بعضهم البعض فأول نقطة سوف يتم جعل الـ Routerين في كل الطرفين Dual Stack اللي هو هذا الـ Router رقم واحد وهذا الـ Router رقم اثنين رح نجعلهم Dual Stack أي أنهما سوف يتعاملان مع الـ I-B version 4 والـ I-B version 6 في نفس الوقت بعد ذلك نقوم بإنشاء I-B version 4 Tunnel زي ما احنا شايفين هنا رح تكون في Tunnel في داخل الـ I-B version 4 تربط فيما بين الشبكتين بحيث يتم من خلالها تمرير البيانات في داخل التنل لما تمر طبعا تخرج من الشبكة رح يتم تغليف تغليفها بـ طبعا رح تكون لما تخرج إلى داخل التنل لما توصل عند الـ Router قبل أن تدخل إلى التنل رح تكون طبعا إيش؟ الـ I-B version 6 Packet رح يتم تغليفها بـ I-B version 4 Header وعند وصولها إلى الـ Destination في الـ Dual Stack Router المقابل سوف يتم انتزاع الـ I-B version 4 Header لكي تعود إلى حالتها الأصلية كـ I-B version 6 Packet الفصل الثاني عشر من منهج CCB Routing 301 واللي رح يكون قاموس المصطلحات مصطلح الـ Acc في بروتوكول الـ I-B وكلمة الـ Acc وعبارة عن اختصار لكلمة الـ Acknowledgement وهي رسالة تأكيد يقوم راوتر الـ I-B بإرسالها إلى راوتر I-B الجار الـ Neighbor عند استلامه لـ I-B Packets والتي تصنف كـ Replay Messages رسائل موثوق بها كون السورس عند إرسالها إلى الـ Destination فيجب أن يستعمل السورس تأكيد استلام من الـ Destination وهذه الرسائل هي الـ Hello Unicast والـ Updates والـ Queries والـ Replays أما الـ Hello Multicast والـ Request فلا يتم استلام تأكيد على استلامها الـ Access Control List قائمة التحكم بالوصول وهي قائمة يتم إعدادها على الراوتر للتحكم في تدفق الباكتز في الراوتر حيث يتم المنع أو السماح بناء على الـ I-B Address الموجودة في داخل الباكتز الـ Active والـ PGB State أو حالة من حالات الراوتر الـ PGB وراوتر الـ PGB عندما يكون في حالة الـ Active فذلك يعني أن راوتر الـ PGB قد نجح في اتصال الـ TCB ولكن الراوتر الـ PGB الجار لم يوافق بعد على تبادل معلومات المسار الـ Active EIGRP وهي حالة موجودة في بروتوكول الـ EIGRP في الراوتر أو المسار اللي هو مسار شبكة حيث عندما يكون هذا الراوتر في حالة الـ Active فذلك يعني أن الراوتر قد فقد المسار المؤدي لهذه الشبكة وهو في حالة إرسال كواري استعلام للراوترات الجارة عن أفضل مسار يؤدي لهذه الشبكة الـ Address Block وهو يشير إلى مجموعة من عنوين الـ I-B المتتالية ويستخدم هذا المصطلح بشكل عام للإشارة إلى Subnet شبكة فرعية أو CIDR Block وكلها مصطلحات تشير إلى مجموعة من عنوين الـ I-B اللي بتكون مرتبة بتسلسل زي ما احنا شايفين عندي هنا مثلا 101-01 وبعدين عندي 23456 هذا يسمى بـ Address Block الـ Adjacent في الـ OSPF المجاور في الـ OSPF وهي حالة أي راوتر OSPF في جار والذي اكتمل عملية إجراء إرسال قاعدة البيانات مع جاره الـ Administrative Distance المسافة الإدارية في راوترات سيسكو الطريقة التي يقوم بها الراوتر لتحديد مسار فيما بين عدد من المسارات التي تؤدي إلى نفس الـ Destination Network وهذه المسارات تم تحديدها من خلال بروتوكولات التوجيه المختلفة المفاعلة في داخل الراوتر هنا عملية المقارنة راح تكون من خلال المسافة الإدارية وبالتالي الـ Administrative Distance أو المسافة الإدارية هي عبارة عن قيمة لكل مسار حسب بروتوكول التوجيه وكل ما كانت المسافة الإدارية أقل كل ما كان أفضل مثال على ذلك لو كان عندي مسار يؤدي إلى شبكة تم الإعلان عنه أو اكتشافه من خلال بروتوكول الـ OSBF وهذا نفس عنوان يعني نفس المسار قد يكون نفس المسار ونفس عنوان الشبكة أيضا تم اكتشافه من بروتوكول الـ Rep عندها الراوتر راح يختار بروتوكول أو المسار اللي تم الإعلان عنه من خلال بروتوكول الـ OSBF كون قيمة المسافة الإدارية في الـ OSBF هي 110 بينما في الـ Rep هي 120 وكل ما كانت القيمة أقل كل ما كان أفضل الـ Aggregate Route وهو مصطلح آخر للـ Summary Route وبيتم استخدام هذا المصطلح في بروتوكول الـ BGP الـ Aggregator وهي تصنف من الـ BGP Attributes من النوع Optional Transitive أي أنها اختيارية ويتم انتقالها فيما بين راوترات الـ BGP وهي تستخدم لعمل تلخيص لعنوين الشبكات Summary Route مع ذكر الـ BGP Router ID ورقم الأتنو السيستم للراوتر الذي قام بإنشاء الملخص All DR Multicast عنوان البث المتعدد لجميع راوترات الـ DR الـ DR اللي هي الـ Designated Router وهو الراوتر الرئيسي الذي يتم تحديده في كل OSBF Area لما تكون من نوع شبكة الـ OSBF اللي هي الـ Broadcast Network أو من النوع عندي الـ Non Broadcast Multiple Access Network في هذا النوع من يعني تكون نوع من هذا النوعين عندها بيتم اختيار راوتر لكي يعمل كراوتر رئيسي يطلق عليه الـ DR ووجد لدينا عنوان البث المتعدد اللي هو الملتيكاست الخاص بهذا الـ DR واللي هو 224-006 حيث يتم استخدامه لكي تتواصل جميع راوترات الـ OSBF مع كل من الـ DR والـ PDR اللي هو الراوتر الـ Backup للراوتر الرئيسي All OSBF Routers Multicast جميع راوترات الـ OSBF مع عدد الـ DR والـ PDR بتملك عنوان البث المتعدد اللي هو 224-005 الـ Anycast وهو نوع من عنوين الـ IPL Star السادس الذي يتم استخدامه مع عدد من الأجهزة في الشبكة والتي تقوم بتوفير نفس الخدمة حيث يتم توجيه الأجهزة الذين في حاجة إلى الخدمة إلى أقرب جهاز يقدم الخدمة في بيئة الـ Anycast اعتماداً على المترك الخاص ببروتوكول التوجيه الـ Area تعني منطقة وهو مصطلح لمجموعة من الراوترات ومنافذ الراوترات وتتشارك هذه الراوترات في تعلم جميع معلومات التوبولوجي فيما يتعلق بالـ Area ولا تتعلم معلومات التوبولوجي المتعلقة بالمناطق الأخرى والتي هي غير متصلة بها الـ EBR وهي اختصار لـ Area Border Router وهو من أنواع روترات الـ OSPF متصل من خلال منافذه متصلة على الأقل بـ 2 OSPF مختلفة واحدة منهما هي من النوع الـ Backbone Area المنطقة الرئيسية حيث سوف يحتوي الـ EBR على بيانات التوبولوجي لكل أريا متصل بها الـ EBR حيث سوف يقوم بعمل العمليات الحسابية لكل مسار في كل أريا والإعلان عن هذه المسارات فيما بين المنطقتين زي ما عندي أنا هنا في المثال الـ Area 0 والـ Area 10 الراوتر 3 المثال اللي يربط ما بين الـ To Area هو الراوتر اللي بيطلق عليه الـ Area Border Router واللي يعرف اختصاراً بـ EBR الـ ARP وهي اختصار لـ Address Resolution Protocol بروتوكول درجمة العنوين ويتم تعريفه بالمستند رقم RFC 826 والـ ARP هو بروتوكول يستخدم في الشبكات المحلية حيث يتم استخدامه من قبل السورس الجهاز المرسل ليكتشف الـ Destination MAC Address المقابل للـ Destination IP Address الـ Atomos System Path وهي واحدة من الـ BGB Attributes والتي من خلالها يتم تحديد أفضل مسار وذلك من خلال ذكر أرقام الـ Atomos System الموجودة في المسار حيث أنه في كل شبكة يتم الإعلان عنها يتم أيضاً ذكر أرقام الـ Atomos System Number التي تفصل فيما بين راوتر الـ BGB والـ Destination Network والمسار صاحب عدد الـ Atomos System الأقل هو المسار الأفضل ويتضمن الـ Atomos System Path أربعة أنواع من القطاعات وهي الـ Atomos System Sequence الـ Atomos System Set الـ Atomos System Confit Sec وعندي Sequence وعندي Atomos System Confit Set وغالباً ما يتم الإشارة إلى مصطلح الـ Atomos System Path بـ Atomos System Sequence الـ Atomos System Sequence وهو جزء من الـ Atomos System Path وهو يتكون من قائمة مرتبة من أرقام الـ Atomos System للشبكة التي يتم الإعلان عنها الـ ASPR الـ Atomos System Border Router وهو نوع من أنواع راوترات الـ OSBF حيث أنه سوف يكون متصل ببروتوكولي توجيه بروتوكول الـ OSBF وأي بروتوكول توجيه آخر مثل الرب الـ IGRP الـ BGB إلى آخره بحيث سوف يحصل فيه عملية فيما بين البروتوكوليت بحيث عنوين الشبكات التي سوف يتم الحصول عليها من بروتوكول التوجيه الآخر و الإعلان عنها لـ OSBF كـ External Networks شبكات خارجية الـ Authentication التحقق حيث نستطيع تفعيله مع بروتوكولات التوجيه في عملية من الراوترات التي يستقبل التحديث فيتم تحديد الراوتر الذي قام بإرسال هذا التحديث هل هو جهاز راوتر موثوق فيه أم لا الـ A بروتوكول الـ A هو يرمز إلى ثلاثة وظائف اللي هي الـ Authentication الـ Authorization الـ Accounting الـ Authentication يعني التحقق الـ Authorization تعني الصلاحيات والـ Accounting تعني التشجيل حيث أن الـ A خاصية أمان تمكن جهاز الراوتر من مساطقة المستخدم وتحديد ما يستطيع المستخدم عمله وتشجيل ما قام به هذا المستخدم أثناء دخوله على الشبكة أو أثناء دخوله على الجهاز لكي يتم مراجعة الأحداث الأحداث التي قام به هذا المستخدم أثناء الحاجة إلى ذلك الـ Autosamary التلخيص التلقائي وهي خاصية موجودة في بروتوكولات التوجيه أو يعني في بعض أنواع بروتوكولات التوجيه تدعم الـ Autosamary في جهاز الراوتر واللي بيكون متصل بأكثر من شبكة واحدة حيث يعلن تلخيص لعناوين الشبكات للإعلان للراوترات الأخرى الأتنومس سيستم نظام الحكم الذاتي في الـ BGB وهي مجموعة من الراوترات في داخل أتنومس سيستم واحدة فهي بتكون في داخل سلطة إدارية واحدة وذلك كونها تحت ملكي جهة واحدة بحيث تتحكم بها من ناحية سياسة التوجيه للمسارات المعلنة عنها لهذه المجموعة إلى شبكة الإنترنت الأتنومس سيستم نمبر وهو رقم الأتنومس سيستم هو الرقم من واحد حتى 64511 هو رقم عام والأرقام عندي من 64512 وال65535 هي خاصة حيث يتم إعداد هذه الأرقام على الأتنومس سيستم بهدف ضبط عملية الـ BGB وعنوانات الأتنومس سيستم الباكبون إيريا الـ Area الصفر وهي المنطقة التي يجب أن تتصل بها جميع مناطق الـ OSPF الأخرى لكي تتصل مع بعضها البعض لذلك يطلق عليها المنطقة الرئيسية الباكبون راوتر أي راوتر OSPF يمتلك على الأقل منفذ واحد متصل بالـ Area الرئيسية بيطلق عليه الباكبون راوتر عندي بمصطلح الـ PDR وهو اختصار لـ Backup Designated Router وهو نوع من الروترات في الـ OSPF وهو الروتر الإحتياطي ليأخذ مكان الـ DR عند تعطله الباندوث لها معنيين الأول معدل إرسال البتس والذي يتم إرساله على الإنترفيس المعنى الثاني وهو إعداد سيسكو في الـ iOS من خلال أمر الباندوث والذي من خلاله يتم إخبار الـ iOS بسرعة الإنترفيس Best Path Algorithm خوارزمية أفضل مسار وهي مجموعة من القواعد والتي تعمل في الـ PGB ليتم استخدامها لمقارنة واختيار أفضل مسار من مجموعة مسارات ليتم تثبيتها في داخل جدول التوجيه المحلي لبروتوكول الـ PGB الـ PGB Hard Reset هي عملية إعادة التشغيل لعلاقة الجيلة الـ PGB وذلك من خلال إغلاق اتصال الـ TCB بين راوتر الـ PGB وجيرانه وذلك بهدف إزالة جميع المسارات التي تم تعلمها مسبقا من جيرانه في داخل جدول التوجيه الـ PGB Peer وهو مصطلح آخر للـ PGB Neighbor وهو راوتر الـ PGB الذي يملك اتصال وعلاقة جيرة مع راوتر PGB آخر حيث يتم فيما بينهما تبادل التحديثات الخاصة بـ PGB الـ PGB Bear Group وهي في حال كانت مجموعة راوترات تحت سيطرة وإدارة واحدة وبالتالي يتم عمل بعض الإعدادات والتعديلات الموحدة بين هذه الـ PGB فنقوم بإنشاء مجموعة نضم فيها الـ PGB بحيث عند عمل إعداد أو تعديل نقوم بالدخول على المجموعة ونقوم بكتابة الإعدادات مرة واحدة فيتم تطبيقها دفعة واحدة على جميع راوترات الـ PGB الموجودة في داخل المجموعة مما يقلل من إعادة كتابة الأوامر ويقلل من وقت وجهد مهندس الشبكة وتحسن وقت التقارب الـ PGB Soft Reset وهي عملية إعادة تشغيل علاقة الجيلة الخاصة بـ راوتر الـ PGB بدون أن يحصل إغلاق ضمني لاتصال الـ TCB وإعادة إرسال التحديثات الكاملة إلى الـ راوترات الجارة وإرسال طلب إلى الـ راوترات الجارة لكي تقوم بإرسال كامل التحديثات مجدداً إذن اللي رح يحصل هنا أنه جميع المعلومات السابقة رح يتم مسحة ورح يتم إرسال كامل التحديثات وطلب إعادة إرسال كامل التحديثات ولكن دون أن يحصل انقطاع لاتصال الـ TCB النوع اللي بيحصل فيه انقطاع لاتصال الـ TCB هو الـ PGB Hard Reset الـ PGB Signalization وهي خاصية موجودة في الـ PGB بحيث تجعل راوتر الـ PGB لا يقوم بالإعلان عن أي شبكة تم معرفتها من خلال الـ PGB إلى أتنوم السيستم أخرى إلا بعد أن يكون بروتوكول اللي هو بروتوكول التوجيه الداخلي مثل الـ OSPF أو الرب إلى آخر حسب البروتوكول المفاعل يجب أن يكون على علم بهذه الشبكة وذلك لتجنب مشكلة البلاك هول الـ PGB Table وهو جدول موجود في داخل الـ Router والذي يحتوي على أتربيوت طبعاً داخل الـ Router الذي يفعل عليه بروتوكول الـ PGB ويحتوي الـ PGB Table على الأتربيوت المسار والـ NLRI الـ Network Layer Richability Information والتي تم معرفتها من خلال الـ PGB لتنفيذه على هذا الـ Router الـ PGB Update وهي رسائل الـ PGB والتي تتضمن المسارات والـ Path Attributes والـ NLRI اللي هي اختصار الـ Network Layer Richability Information الـ PGB-WIT وهي Attribute محلية خاصة بـ Cisco وإعدادها لا يتم الإعلان عنه لأي جار لأنها تكون زي ما قلنا Local في داخل الـ Router نفسه والقيمة الأعلى يتم طبعاً تعتبر هي الأفضل إذن المسار صاحب القيمة الأعلى لـ PGB-WIT هو المسار الأفضل الـ PGB اختصار لـ Border Gateway Protocol وهو بروتوكول التوجيهي الخارجي مصمم لتبادل المعلومات فيما بين الـ Attenomo System المختلفة مثل الـ Attributes الخاصة بالمسار وهذا بدوره يتيح مرونة كبيرة فيما يتعلق بخيارات التوجيه الـ Chap اللي هي اختصار لـ Challenge Hand Check Authentication Protocol بروتوكول تحدي المصافحة لـ طبعاً تحدي المصافحة للمساطقة وهي خاصية أمنية للمساطقة تستخدم في بروتوكول مثل الـ Point-to-point بروتوكول وذلك لعمل مصادقة فيما بين طرفين السف اختصار لـ Cisco Express Forwarding وهي تقنية خاصة بـ Cisco لتحسين عملية الإرسال على مستوى الطبقة الثالثة سواء في الـ Router أو في الـ Switch متعدد الطبقات حيث يقوم السف بتحسين عملية البحث في جدول التوجيه وتسهيلها من خلال هيكل شجرة يعتمد على محتويات جدول التوجيه حيث سوف يتم نسخ جدول التوجيه إلى جدول الـ Forwarding Information Base اللي يعرف اختصاراً بالـ FIP ونسخ جدول الـ Arp Cache إلى الـ Agency Table والذين سوف يقعان على مستوى الإرسال أو البيانات اللي هي الـ Data Plan مما لا يتطلب استخدام المعالج الـ Classful IP Addressing وهي تعني أن يكون عنوان الـ IP على القيمة الافتراضية لقناع الشبكة وقيمة الـ Perfect أي أنه لم يتم تقسيمه من خلال الـ Subniting وطبعاً سواء من خلال الـ Subniting أو الـ VLSM وهي عندي مثلاً الـ Class A بيساوي وطبعاً سواء كانت من الـ Class A أو B أو C وطبعاً هذا في ضمن الـ IP الإصطار الرابع الـ CIDR إختصار لـ Classless Inter-Domain Routing ويتم تعريفه بالمستندات رقم RFC 1517 و 1520 وهي لتقليل حجم جدول توجيه الإنترنت حيث يقوم بجمع مجموعة العلاوين الـ Classful ويلخصها إلى عنوان مثل الـ IP Samary مما يجعل من الممكن إختصارها إلى عنوان واحد وبالتالي يخفف من حجم جدول التوجيه الـ Classless IP Addressing وهي عنوان الـ IP التي تم عمل تقسيم لها عن طريق الـ Subniting وـ VLSM يعني سواء عن طريق الـ Subniting أو الـ VLSM بحيث سوف تمتلك الـ IP Addresses قيم Perfect غير الـ Default الـ Classless Routing Protocol ويتعني أنه بروتوكول توجيه سوف يقوم بإرسال أقناعة الشبكة الخاصة بعنوان الشبكات التي يقوم بالإعلان عنها في التحديثات التي يقوم بإرسالها مما يسمح للبروتوكول أن يدعم الـ VLSM واختصار العنوان اليدوي الـ Control Plan مستوى التحكم في الـ IP Routing يشير إلى بناء جدول التوجيه من خلال بروتوكولات التوجيه الـ Convergence التقارب وهو الوقت اللازم لبروتوكولات التوجيه لكي تتفاعل مع التغييرات التي تحدث في الشبكة وإزالة المسارات السيئة وإضافة المسارات الجيدة بحيث يتم وضع أفضل المسارات في داخل جدول التوجيه الـ CSU slash DSU وهي اختصار لـ Channel Surface Unit slash Data Surface Unit وهو جهاز يقوم أو يتم استخدامه للاتصال بخط مزود الخدمة الـ Internet Surface Profiter حيث يقوم بتحويل الإشارات الرقمية إلى الإشارات التي يتعامل معها خط مزود الخدمة والعكس وهو جهاز يعمل على مستوى الطبقة الفيزيائية التاتا Communications Equipment اللي هي اختصارها DCE على مستوى الطبقة الفيزيائية ومع الأجهزة التي تتعامل مع كيابل السيريال هذه الكيابل المتسلسلة حيث يتوجب أن يكون طرف الـ DCE المسؤول عن عملية الـ Clock Rate تحديث سرعة نقل البيانات والطرف المقابل سوف يكون DTE أي سوف يلتزم بإعداد السرعة والتي تم إعدادها في الـ DCE عندما يكون لدينا جهاز اللي تكلمنا عنه اللي هو الـ CSU-DSU سوف يكون هو الـ DCE التاتا Link Connection Identifier واللي تعرف اختصاراً بالدالسي وهو نظام العنوان في الفريم ريلي ويتم استخدامه في الفريم ريلي هيدرز لتعريف الدائرة الافتراضية التاتا بلين مستوى البيانات ويطلق عليه مستوى الإرسال في توجيه الـ IP وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من العمليات التي تقوم بإرسال الباكتز من خلال الراوتر التاتا بيستسكريبشن وهو نوع من الـ OSPF باكتز والذي تستخدم لتبادل وتأكيد الـ LSA هيدرز ويطلق عليها أحياناً الـ DPD واللي هي أيضاً بتكون اختصار لتاتا بيستسكريبشن يعني تختصر بـ DPD أو DD الدت انترفال الفاصل الزمني للانتهاء مع الـ OSPF هو مؤقت يتم استخدامه لتحديد مدهة فشل جهاز الراوتر الجار وذلك استناداً على أن الراوتر لم يستلم أي رسائل OSPF بما في ذلك رسائل هلوءة والترحيب بحيث إذا مضت طبعاً المدة الزمنية اللي تم إعدادها في الـ DAT انترفال ولم يتم استلام OSPF ميسز من جاره عندها يعتبر الراوتر أن جاره أصبح غير موجود ويطلق عليه أيضاً الـ DAT تايمر والمدة التلقائية هي 10 ثواني مع الكياب السريع الـ Ethernet و30 ثانية مع الكياب البطيئة اللي هي الكياب المزودي الخدمة الـ Internet Surface Profiter وممكن تغيير هذه المدة التلقائية من خلال إعدادات الـ OSPF الـ Default Network وممكن أيضاً يعني شبكة يعني مسار الشبكة الـ Default وهو يشير إلى العنوان اللي فيه حال لم يتم يعني كان عندي عنوان شبكة ويعني عنوان في عنوان شبكة في داخل الـ Destination IP Address وتم البحث عنه في داخل جدول التوجيه ولم يكون هناك أي تطابق في داخل جدول التوجيه فعندها يتم الانتقال إلى الـ Default Network يطلق عليه أيضاً الـ Default Route المسار التلقائي وهو مسار يتم استخدامه لإرسال البكتز عندما لا يتم إيجاد تطابق للعنوان الـ Destination الموجود في جدول التوجيه الـ Delay اللي هي التأخير في داخل الـ Cisco IOS يوجد لدينا أمر الـ Delay وهي لتحديد المدة الزمنية للبكتز أن تقضيها في محاولة الخروج من منفذ الـ Router ويتم استخدام أمر الـ Delay حتى واحدة من عشرات المايكرو الثانية الـ DR اختصار لـ Designated Router في كياب للوصول المتعدد مثل الـ LAN يتم انتخاب راوتر OSPF لكي يصبح الـ DR وذلك لكي يقوم بأداء مهام خاصة مثل توليد إعلانات الـ LSA وتمثيل الشبكة ويقوم بأداء دور رئيسي في عملية تبادل قاعدة البيانات في داخل شبكة الـ OSPF الـ DSL اختصار لـ Digital Subcriber Line الخط المشترك الرقمي وهي تقنية تعمل في الطبقة الفيزيائية وهي الطبقة الأولى وهي تستخدم في شركة الاتصالات في الحلقة المحلية الرقمية وذلك لنقل البيانات الرقمية وتستخدم ترتدات أكثر من 4000 Hz على نفس السلكين المستخدمين في إشارات الصوت التماثلية والتي تستخدم ترتدات أقل من 4000 Hz تيجي كاسترا وهو اسم آخر لخوارزمية الـ OSPF وهذا الاسم مشتق من مخترع خوارزمية الـ OSPF وهو السيد أدغار داباليو تيجي كاسترا اللي ظاهر صورته أمامنا تيجي كاسترا وليطلق عليها أيضاً الشورتست باث فرست وهو اسم الخوارزمية وهي المستخدمة في بروتوكولات توجيه حالة اللينك والتي تقوم بتحليل وإيجاد المسار الأقل تكلفة من قبل جهاز الراوتر لكل شبكة فرعية تسكن ديجوس نتورك الشبكة الغير متقاربة وهو مصطلح يشير لشبكات الـ IPLSTAR الرابع اللي بتكون من نفس الكلاس ولكن تفصل فيما بين الشبكتين شبكة أخرى تنتمي لكلاس آخر مثال لو كان عندي مثلاً شبكة 19.161.0.64 متصلة مثلاً مع الشبكة 19.162.0.24 وتفصل فيما بينهما الشبكة مثلاً 10.30.8 الدستنس فيكتور وهو يصف سلوك بعض بروتوكولات التوجيه الداخلية مثل الرب الـ IGRP الـ IGRP حيث تتصف أجهزة الراوتر التي تعمل بيه الدستنس فيكتور طبعاً عفواً بالنسبة للدستنس فيكتور عندي بس بروتوكولين الرب والـ IGRP بعدين تم تطويره إلى IGRP هذا بينتمي إلى نوع آخر طبعاً الدستنس فيكتور عندي فقط يا إم الرب يا إم الـ IGRP حيث تتصف أجهزة الراوتر التي تعمل بيه الدستنس فيكتور بإرسال معلومات مختصرة عن قياس الشبكة الملك حيث تتصف مدى بعد تلك الشبكة الفرعية وكل راوتر يعمل بهذه الخوارزمية يقوم بإرسال كامل جدول التوجيه في كل تحديد دوري ويرسله فقط إلى جيرانه هذه الخوارزمية من الممكن أن تواجه وأن تكون عرضة لحدوث اللوب ولكن أبسط حسابياً من خوارزمية اللينكستيت ويطلق عليها الدستنس فيكتور أيضاً يطلق عليها خوارزمية بلمان فورد اسم المخترع لهذه الخوارزمية الدستربيوت لست وهي أداة في السيسكو iOS يتم إعدادها لبروتوكولات التوجيه حيث يتم من خلالها عمل تصفية لتحديثات التوجيه الدار الليكشن في الأوس بي اف عملية انتخاب الدار في الأوس بي اف وهي عملية تتم من خلال مقارنة رسائل الترحيب فيما بين روترات الأوس بي اف وعلى أساسه يتم انتخاب الدار وقرار الاختيار بيكون بناء على قيمة الأولوية الأعلى أو الروتر اي دي الأعلى في طبعاً هذا لو في حال لم يتم إعداد قيمة الأولوية الباريوريتي عندها بيتم الانتقال إلى الروتر صاحب على روتر اي دي الدي ار اثر وهو مصطلح يصف روترات الأوس بي اف والتي هي ليست بديزيجنيتد روتر ولا بك اوب ديزيجنيتد روتر في داخل الشبكة التي تم فيها انتخاب الدي ار والبي دي ار لو عندي أنا هنا في المثال في الصورة اللي احنا شايفينها أمامنا عندي الدي ار اثر بينطبق على الروتر اربعة والروتر ثلاثة والروتر سبعة وذلك لماذا لأنهم ليسوا بالدي ار مثل الروتر ثمانية ولا البي دي ار مثل الروتر اثنين إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم أشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية